تمكنت الشابة هاديل وشقيقها عمر من ابتكار طريقة للنقش التراثي على الألمنيوم وتوفيرها بشكل وسعر يناسبان ذوي الدخل المحدود ممن يريدون اقتناء قطع تقليدية لمناسباتهم يعمل إلى جانب هاديل شقيقها عمر الذي أتقن النقش على الفضة والألمنيوم وتمكن من إنجاز العديد من القطع التقليدية والتي لاقت رواجاً واضحاً في منطقتهم العمل على القطعة الواحدة يأخذ وقتاً وجهداً مضنياً في الأساس يفتقر الجنوب للحرفيين في هذه المهنة أظهور الشاب هاديل وشقيقها كحرفيين محليين في مجال الفضة والألمنيوم قد يشجع الكثير من الشباب على الدخول في هذا المجال الذي يواجه العديد من التحديات